اشتركوا في القناة وعليش سمح لهم بالتظاهر في حين أنه كان والي تونس أعلن سابقاً أنه شرح ببرجيبة سيكون مغلق أمام كل التظاهرات السياسية الحضور في التظاهرة ما كانش الحجم على الأقل نتصور أنه الدعين للتظاهرة هذه ما كانوش كانوا يستنعوا في عدد أكبر كيف كيف معناش الأرقام الرسمية المرة هذه ولكن أغلب التقديرات أنه تقول أنه كانت في حدود ألفين ولا أكثر شوية من الظاهرين اللي هو ما هوش بعيد على التعب أمتاع المعارضة في مراحل أخرى يمكن أكثر شوية أقل شوية للمعارضة في الفترات اللي فاتوا ولكن الأكيد أنه الشارع اليوم في تونس لا يستجيب لا لدعوات المعارضة في السابق ولا لدعوات المساندين للسلطة كما شفنا أنهار لحد هذيش نجموا نستخلصوا منه؟ هذي نجموا نستخلصوا منه أولا حجم الهوة بين الخطاب السياسي للطرفين من جهة والشارع التونسي بما هو عموم المواطنين من جهة أخرى هذا شفناه في الاستشارة اللي نسبة المشاركة بتاعها كانت ضعيفة شفناه في محاولات التعب من الطرفين في الشارع وهذا هل هو هذي جاية من أنه الخطاب السياسي قعد في خطاب سياسي بحث متاعنا نحكي والدستور والنظام والشعارات وغيرها في حين اهتمامات الشارع اليوم حاجة أخرى اليوم التونسة محل اهتمامهم هو الأجور هو الأزمة الاقتصادية هو ارتفاع نسبة البطالة هو التضخم هو فقدان العدد من المواد الأساسية هذية معناتها يخلي أنه اليوم نشوفه التونسة ما يهبطوش للشارع واللي هي معناتها حاجة جديدة خطر أنه كان ذكروا سنوات 2012-2013-2014 في الأزمات السياسية التونسة كانوا يهبطوا باستمراء للشارع شفنا اعتصام الرحيل شفنا بعض العمليات الإرهابية شفنا في عديد من المحطات التونسة لموبيليزاسي اللي يكونوا بعشرات الألاف متواسع اللي يهبطوا للشارع اليوم معناتها الحاجة اللي في الانتباه أنه سواء مساندي السلطة وإلا معارضيها ما يهبطوش للشارع ونشوفه في تجمعات معقولة معناتها اللي هي أكتر منها رمزية منها استعالات قوة خطر يزم ذكروا أنه الأطراف السياسية في العالم كل سواء تكون في الحكم وإلا في المعارضة عليش تدعو الناس للشارع تدعو الناس للشارع لاستعراض قوتها بيش تبين أنه راه عندها أغلبية في الرأي العام مع قراراتها وإلا عندها أغلبية في معارضتها لقرارات السلطة القايمة هذا عليش معناتها اليوم معناتها الواضح بعد معناتها التوقري بيش نوصلوا إلى السنة بعد 25 جوليا الواضح أنه الأزمة السياسية لن تحسم في الشارع لا لفقت هذا الطرف ولا لفقت طرف الآخر وهذا هي كومبليكية ليش خطر حتى كنا نحكيه على اهتمامات الشارع اللي كنا نحكيه عليها اللي هي الأوجو الارتفاع الأسعار فقد المواد الأساسية البطالة وغيرها راهو زادة ما هيش بيش تتحل إلا ما تتحل الأزمة السياسية لأنه في ظل الأزمة السياسية الموجودة في ظل الصراع السياسي القايم المسائل الاقتصادية والاجتماعية ما هيش بيش تتحل يبقى السؤال إي باهي إذا متحلش في الشارع شنوه اللي ينجم يحل هالأزمة هذي في الحقيقة باش نرجع ديما أقول إنه الموضوع متع الأزمة السياسية بما هو سياسي بحث يلزم يكون قايم على حوار بين كل مكونات المجتمع التونسي المجتمع التونسي بما هو عائلات سياسية معانتها الحوار معانتها يلزم يمثل التواصل كل لأنه تواصل اليوم فيهم الإسلامي فيهم الشيوعي فيهم القومي فيهم الدستوري فيهم الاجتماعي فيهم هذوما الكل على الأقل بما إنه الشارع ما يتحركش على الأقل التعبيرات السياسية عليهم ممثلة في الأحزاب يلزم تكون حاضرة في الحوار الوطني كيف كيف المنظمات الاجتماعية اللي يلزم تعبر على العمل على الأعرف على الفلاحين هذوما زادة يلزم يكونوا حاضرين المجتمع المدني زادة ولكن حوار على شنوه هذي زادة يلزم يكون واضح اليوم معنات يلزم نخرجه من التراشق بالشعارات من كل الأطراف اللي هنا اليوم قاعدين نشوفه بالملموس إنه الشارع التراشق بالشعارات ما هوش يعطي في حتى نتيجة اليوم يلزم يكون حوار على مسائل بسيطة اليوم كيفيش ننظم قواعد العملية السياسية كيفيش نحافظه على الطابع الديمقراطي للنظام السياسي كيفيش نحطه ميكانيك رابيد ميكانيكية سريعة تخلينا نرجعه للتوينسا باش يختاروا على أساس مش زادة الشعارات هذية زادة من الأخطاء متاعنا من الثورة لليوم راهوا التوينسا يزم يفهموا زادة اليوم إنه راهوا الشعارات متحللهمش مشاكلهم راهوا إذا باش نمشيوا الانتخابات في المرحلة الجاية يلزم تكون على قاعدة البرامج الناس باش تدخل الانتخابات كيفيش باش يحلوا الأزمة الاقتصادية كيفيش باش يحلوا تمويل الميزانية كيفيش باش يحلوا أزمة البطالة أما زادة مش شعارات مش واحد يقلع يقول آه أنا سأقضي على الفقر أنا باش نحل الأزمة لله عمليات الفلوس منين هذية كيفيش باش يترجم هذا منيش باش نحلوه طوام نعرف نعرف عما هذية يطلب وعي من المتلقي وعي من البيث بضر معطى الرجل السياسي يجب أن يكون وعي والمتلقي الرجل السياسي يجب أن يفهم شنية مشاغل التونسي اليوم ويلزم يجب يجب أن يفهم أنه دوره أنه يقدم له أجوبة وحلول للأسرة الواعي اللي نحكي لك عليه هو اللي ناقص باش نصلوله قبل ما نصلوله والمتلقي زادة يعرف اللي بشي صوت له زادة يجب أن يكون بالعطفة ما يصوتش بالانطباعية يصوت برنامج قداش فلوس قداش باش نعملوا نسبة نمو قداش باش نحلوا المشاكلة هذوم العودة للانتخابات في أسرع وقت في تقديري هو الحل على أساس برامج باش نصلوله يلزم التعبيرات السياسية بتاع المجتمع التونسي والتعبيرات الاجتماعية كلها تتفق على مسائل بسيطة شنو اللي يلزم نصلحوه باش الديمقراطية التعبيرات الانتخابات